ريلمي جي تي 7 برو احد هواتف ريلمي الرائدة متوقع نشوفها خلال الشهر القادم شهر اكتوبر او شهر عشرة او مع نهاية هذا العام ايضا موبايل نتكلم عن اقوى شيء من شركة ريلمي مواصفات ذاكرة شاشة معالج بطاريك كل شيء خلونا بهذا الجهاز يعتبر هو الاقوى بالنسبة لشركة ريلمي فتعالوا خلونا نتكلم عن اهم تفاصيل هذا الموبايل السلام عليكم متابعيني الاعزاء واهلا بكم بهذا الفيديو نتكلم عن ريلمي جي تي 7 برو هذا الجهاز اللي شركة ريلمي تعتبره هو المنافس اللي بقية هواتف الرائدة لباقي الشركات مثل ال S24 Ultra الانر ماجيك سيكس برو وهواتف الالترا من شاومي هذا الجهاز هو يكون المنافس اللي هالجزة من شركة ريلمي فبكل تأكيد نتكلم عن جهاز قوي جدا الجهاز هذا رح يجي مع معالج مشكل سناب دراجون المعالج الجديد مالتهم اللي هو السناب دراجون 8 جين فور بكل تأكيد نتكلم عن معالج رح يكون هو الاقوى كالعادة بعام ٢٠٢٤ ورح يكون هو المعالج المستخدم من اغلب الهواتف الرائدة لباقية الشركات بالاضافة الى ريلمي يصل لها 16 جيجا بايت واذاكه يتصل لها الى 1 تيرا بايت فنتكلم عن احجام كبيرة بالنسبة للرام وايضا بالنسبة للذاكرة لذلك بكل تأكيد عمض الموضوع يكون متوافق ومتماشي مع المواصفات القوية ومع الفئة ومع السعر الخاص بهذا الجهاز طبعا بكل تأكيد الجهاز ما يجي فقط معالج لدينا هواية تفاصيل ثانية نتكلم مثلا عن الشاشة الشاشة بحسب اخر الاخبار راح تكون بحجم 6.7 او 6.8 تقريبا إنش راح تكون منحنية من نوع OLED بدقة الـ 1.5K واكيد بمعدل تحديث ١٢٠ هرتس او ١٤٠ هرتس لحدنا ارقام مؤكيدة فحتى بموضوع الشاشة الجهاز يجي بشاشة كلش قوية من ناحة النوعية فهي OLED ممتازة اكيد بالاضافة الى معدل تحديث شاشة عالي فهنا نتكلم عن مواصفات وارقام فعلا هي مناسبة اللي هاتفها عليا واكو حاجة لازم تكون موجودة بهواتف الفلاكشيب او الهواتف الرائدة واللي هو موضوع معيار مقاومة الماء والغبار هذا الجهاز راح يجي مع معيار الـ IP68 الـ IP68 هذا المعيار اللي ينضيك مقاومة كاملة للماء والغبار يعني راح يكون عندك الامكانية انه تدخلها بحوض سباحة او تزبح بالموبايل الموضوع راح يكون طبيعي جدا وهذه النقطة كلش مهمة ولازم تنتبهون الها لما تفكرون ان تأخذون جهاز فلاكشيب لازم يكون بهذا المعيار وعلى ذكر الكاميرات فراح يكون عندنا كاميرا اساسية بدقة الـ 50 ميجابيكسل تجي معها حساس او مستشعر المشتركة السوني واللي هو الـ L-YT600 حساس ممتاز جدا ايضا يجي معها الهواتف الرائدة ويمكانيات الزوم البصري راح تكون بهذا الجهاز لحد الـ 3X يعني زوم بدون فقدان اي جودة الان نتكلم عن موضوع البطارية الخاصة بهذا الجهاز وكل شي كبير وبصراحة لي حدا عندي شك شوية بموضوع حجم البطارية هنا اشوف ارقم شوية ممكن مبالغ بي وبالنسبة لموضوع الشاحن فرح يكون سلكي بقوة 100 واط الشاحن اللاسلكي على هذا الجهاز لي حدا لما معلوم كم راح يكون بنهاة الفيديو هذا كانت اهم التفاصيل الموجودة بالوقت الحالي عن هذا الجهاز بالأيام والسابيع الجاية اذا كانت اكو اي تفاصيل ثانية تسوى انه واحد يتكلم عنها ان شاء الله راح نتكلم عنها بكل تفصيل بالنهاكية عن محمد اللايك للفيديو واشتركوا بالقناة وان شاء الله اشوفكم فيديو الجاي اشتركوا في القناة